موسيقى لنقاتلهم قبل أن يكثر مددهم وإلا انتفضت مصر كلها علينا لا جيش أبحر على متن ثلاثمائة سفينة لن تقوى مدينة كالاسكندرية على احتماله أمضوا في البحر أياما لذا هم متعطشون لمتاع الحياة ولن تقوى مدينة كالاسكندرية على إرواء عطشهم هل ستتركوا الاسكندرية للروم؟ بل سأتركوا أهل الاسكندرية للروم وسيعلموا أهل الاسكندرية أي خطأ ارتكبوا باستقدامهم الروم اشتركوا في القناة هذا ما سمعته من أمير المؤمنين قال ما أجبر سعدا على الاقتراض إلا ضيق ذات اليد وما منعه من رد الدين إلا ضيق ذات اليد أيضا أتعلم بأن طلحة بن عبيد الله كان مدينة لأمير المؤمنين بخمسين ألفا وعندما تهيأ المبلغ لطلحة وأراد سداده رفض أمير المؤمنين قال لا هو لك معونة على مرؤتك من مول جيش العسرة من ماله خاص لا يهتم بمبلغ كهذا إنه كلاب بن أمية بن الأسكر الكناني هل سمعتما به؟ أنت بن أمية بن الأسكر الكناني الشاعر المعروف؟ نعم رحمه الله وأسكنه فسيح جينانه رحمه الله أتعرفانك قصته؟ ما شأنه؟ اسمع أيها الشيخ كنت أسير يوما في المدينة فرأيت الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فسألتهما أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ فقالا الجهاد فقصدت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبي عنده يا أمير المؤمنين والله لا أرغب شيئا في دنيايا أكثر من الجهاد في سبيل الله لكن كبر سني وضعف همتي يمنعاني من ذلك لكني يا أمير المؤمنين أبيع نفسي وأبيع دنيايا لآخرتي يا أبني لا تدع أباك وأمك لا تدع شيخين كبيرين ضعيفين ربياك صغيرة حتى إذا احتاج إليك تركتهما نعم أتركهما لما هو خير لي لن تخرج للجهاد حتى ترضي والديك أرضيت والدي وخرجت غازيا ومرت لي ووالدي يزدادان عجزا وكبرا حتى إن والدي عمي من البكاء عليه كلهم الشعر الذي أنشده والدك عندما رأى حمامة مع فراخها لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب أناديه فيعرض في إباء فلا وأبي كلاب ما أصاب إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرت كلاب فإن مهاجرين تكنفاه ففارق شيخه خطأا وخابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا تنفض مهده شفقا عليه تجنبه أباعرها الصعابا فإنك قد تركت أباك شيخا يطارق أينقا شربا طرابا إذا ارتعشت لإرقال سراعا أترك كل رابية ترابا طويل شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإيابة فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السرابة أعاذل قد عذلت بغير علم وما تدرين عادل ما ألاقي فإما كنت عاذلتي فردي كلابا إذ توجه للعراق ولم أقضى اللبانة من كلاب غدات غد وأذن بالفراق فت الفتيان في عسر ويسر شديد الركن في يوم التلاقي فلا وأبيك ما باليت وجدي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي وإيفادي عليك إذا شتونا وضمك تحت نحري واعتناقي فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بن فلاقي سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخينها مهما زواقي بكى الفاروق عندما سمعها بكاء شديدا فكتب إلى أبي موسى الأشعري فأرسلني إلى أمير المؤمنين وحين دخلت عليه سألني ما كان أبي يحب أن أصنع له فقلت الحليب أبرده له قبل أن يشربه فقال لي اذهب واصنع ما كنت تفعله لأبيك ثم أخفاني في غرفة جانبية وأرسل في طلب والدي وقال له ما أحب الأشياء إليك في يومك هذا أريد كلابا ولدي والله ما أشتهي إلا أن أضمه وأشمه اشرب هذا الحليب يا أبا كلاب أني أشم في هذا الحليب رائحة كلاب أبي أبي كلاب كلاب يا أولي كلاب الحمد لله أني رأيتك سالما الحمد لله إلزم بويك يا كلاب فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك فقال نعم وتركتهما يبكيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد اذهب فأضحكما كما أبكيتهما يا كلاب جاهد فيهما ما بقي لهما من العمر فإذا توفي فافعل ما بدى لك اذهب إلى بيت المال خذ عطائك وارجع مع أبيك وتغنت الأعراب بشعر أبي وتداولته الألسن حتى وصل إليه فقلت مدافعا عما قمت به لعمرك ما تركت أبا كلاب كبير السن مكتئبا مصاب وأما لا يزال بها حنين تنادي بعد رقدتها كلاب لكسب المال أو طلب المعالي ولكني رجوت به الثواب سمعت أسمعت ما قاله كلاب عشرات الألوف من المسلمين يكفك الجهاد في سبيل الله لكن أحدا لا يمكنه أن يحل مكانك في رعاية أبيك ألم يقل جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة اذهب اذهب مع أبيك ولا تسمعني عنك إلا خيرا اذهب أما بعد فقد بلغني أن أهل أذربيجانا تقضوا وبنعوا ما كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان أيام عمر بن الخطاب وثاروا على واليهم عقبة بن فرقد فإذا وصلك كتابي سر بالجيش إليهم حتى يكتب الله لك النصر وعمل على إبلاغي بكل ما يحدث يوما بيوم لأمير المؤمنين السمع والطاع سلمان انطلق بمقادمة الجند وسألحق بك ببقية الجند إن شاء الله أعلم بطلب العظيم أعلم أحضرت إلينا ضيوف غير مرؤوبة فيهم فغادرون على عجل قبل أن نحتفي بهم اقتله أيها الأمير لا يا خارجة أيها الحاجب سور طلم العظيم وتوجه واكسه برنصين جديدين بارك الله فيك من حليف وفيه هيا اذهب واتنا بجيش آخر ولك منا كسوة جديدة أفضل من هذه هيا والله لقد قتلني عمر بن العاص وكسر كيته توجني وكساني فأوهم ملك الروم أني كنت سميعة له ومتعمرا معه رجال جنود الروم إلى كمينا نصب لهم لو رعاني ملك الروم بعد اليوم قطع رأسي لذا أنا مجبر على الولاء لعمر بن العاص وطلب حمايته ما وراءك يا عبد الله الجاسي دخلت بسفينتي أحد موانئ الروم متنكرا بلباس تاجر فشاهدت جموعا جرارة من جيوش الروم تتحسد للهجوم على سمال الشام ألا يكفي جيش الشام لمواجهتها قد يكفي لا أحب هذه القدر لا أحبها فهي تحمل وجهين يسيران القلق سأكتب للأمير المؤمنين أخبره بحال الروم وأطلب المدد الحمد لله الذي هزم الروم ونصرنا عليهم وعاد الإسكندرية إلينا لماذا نقدم صلحكم معنا؟ نحن على صلحنا وإياكم لم ننخط ولم نغدر وقد جاء هؤلاء اللصوص إلينا أخذوا متاعنا ودوابنا وشردونا وقد أظفركم الله بهم فلما لم تردون إلينا ما سرب منا؟ لم لم تصدوهم عن أرزاقكم وحلالكم؟ نحن من يسألكم هذا السؤال ألسنا في ذمتكم وعهدنا في أعناقكم؟ لماذا لم تحاربوا عنا وتحمونا؟ صدقت أيها الرجل ردوا إليهم حلالهم وأرزاقهم وعوذوهم عما حل بهم والله لنمنعنا عنكم ما يؤذيكم كما نمنع عن أنفسنا ممن الكتاب يا أمير المؤمنين؟ من عبد الله بن سعد بن أبي السرح يستأذنني في غزو أفريقيا فما تقولون؟ أرى أن نكتفي بما فتح الله علينا فأفريقية بلاد كثيرة البشر صعبة المسالك وقد كان عمر بن الخطاب معارضا لفتحها بدأ الإسلام بمكة وما غادر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى كان الإسلام يخيم على أرض العرب ثم جاء أبو بكر فما قضى نحبه حتى كان الإسلام منتشرا في أرض الشام والعراق ثم جاء عمر فما رحل حتى عم الإسلام بلاد خراسان وري ومصر أتريدني أن أجني خيرهم ولا أقتدي بهم؟ أصبت والله يا أمير المؤمنين وسأكون أول من ينتدب لفتح أفريقيا ولكني أحتاجك يا ابن عباس هنا في المدينة يا أمير المؤمنين المدينة تعم بالرخاء والأمن وبجوارك خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعني أشاطر الجهاد مع أخوان كما تشاء يا ابن عباس من كان يقرأ قراءة أبي موسى فليأتي الزاوية التي عند أبواب كيندا ومن كان يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود فليأتي هذه الزاوية التي عند دار عبد الله وأتموا الحج والعمرة للبيت وأتموا الحج والعمرة لله استهدوا بالله وقرأوا قراءتنا فقراءتنا أفضل بل قراءتنا أفضل قراءة أبي موسى أفضل بل قراءة بن مسعود أفضل يا أهل البصرة إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقاتل بمن أقبل من أدبر حتى أظهر الله دينه ثم إن الله قبضه ثم طعن الناس في الإسلام طعنة ثم إن الله استخلف عمر فنزل الناس وسط الإسلام ثم أن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة نقرأ ثم أن الله استخلف عثمان والله ليوشي كمنا فطعنوا فيه طعنة تحلقونه كله أنقضر الحسن والحسين ودعاني أبيهما للالتحاق بالجهاد مع ابن جعفر وعبد الله بن عمر يودع أهله ضربني هذا الأعمى على عيني في قلعة لماذا ضربته لم أقصد ضربه ولا أذيته لقد جلس بالقرب بني دون أن أشعر به ثم صدرت عنه حركة مفاجئة أفزعتني فهويت بعصايا أبعد الشر عني فأصبت عينه هل من ثأر أو من خلاف بينكما؟ أبدا حتى أني لا أعرف ولم ألتقي به أبدا إذن لا قصص عليه وما حدث لعينك هدر تتحمل أنت مسؤوليته أنا؟ نعم لقد عرضت قضية كهذه على أمير المؤمنين عثمان بن عفان فحكم فيها قائلا أيما رجل جلس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر وعيني التي فقدتها من يعوضني عنها؟ يا رجل أتطلب من رجل فقد عينيه لاثنتين أن يعوض عليك وأنت ما زلت مبصرا؟ من ابتلاه الله تعالى بفقد حاسة من حواسه جدير بالشفقة بالمساعدة وليس بالقصاص؟ وأنت كن على حذر في المرة القادمة في أي خطوة تخطيها؟ لا يسأل الكفيف الحذر بل يسأل عن ذلك المبصرون لا بل يسأل الكفيف أيضا ألم تسمع بالكفيف الذي كان يحمل قنديلا كلما اضطر للخروج من بيته ليلا؟ أعمى يحمل قنديلا؟ ماذا يفيد منه؟ عندما سئل عن ذلك قال أحمله للمبصرين كي يروني ولا يصدموني هل وعيت ما قلت لك؟ نعم نعم أسأل الله أن يعينني على ذلك عنيا لك قيادة الجيش يا ابن الحكم ما هو بمغنم فأفرح به ولا مجد أسعى إليه إنما هو مسؤوليته الأكثر منه جاهل أحسن ولكن تجهيز جيش كهذا في هذه المدة القصيرة يحتاج إلى الكثير من الأموال قصمان والكرم صنوان لا أفترقان لقد قدم ألف بعير للضعفاء من المسلمين لمن لا يملكون رواحلة كلهم إلى ساحات جهاد له الأجر والثواب بإذن الله بإذن الله يختلفون في ماذا؟ في قراءة كتاب الله يا أمير المؤمنين اتسعت الأنصار وانطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بما أخذوه من ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمونه للناس على اختلاف لغاتهم يا لعظم أجرهم لكن لماذا الاختلاف؟ على الرغم من حظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عن ظهر قلب فأنك قد تجد مع بعضهم صحفا كتبوها لأنفسهم وربما أضاف بعضهم كلمة فيها ومشها لمفسر بها كلمة من القرآن أو آية وما الضرر في هذا؟ عندما تقع هذه الصحفة أياد من لا يحفظ القرآن يظن أن هذه الكلمات المضافة في الهامش من القرآن ثم يبدأ الناس يفاضلون بين هذه القراءات كل يظن قراءته خير من قراءة غيره صدقت والله إن هذه بداية فتنة عظيمة في كتاب الله ومدعاة إلى الفرقة والاختلاف سأرسل في طلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار على عجل كي أستشيرهم في الأمر أيها الأشعف إن أذربيجان واسعة الأطراف وأهلها كثيروا لانتقاض والتمرد وقد وليتك عليها كي تمنحها الأمن والهدوء أما بعد فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلاً ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام ما تقولون فيما سمعتم من اختلاف الناس في قراءة القرآن في مختلف الأمصار فكما سمعتم وصل بهم الأمر أن يقول أحدهم للآخر قراءتي خير من قراءتك يا أمير المؤمنين ما زال الناس يتنقلون القرآن الكريم حفظاً من الصدور وليس بين يديهم مصحفاً مجموعاً في الصدور فلو نشرنا بين الناس نسخاً كاملة من المصحف لزال الاختلاف والشقاق أصاب سعد يا أمير المؤمنين إن أبا بكر الصديق رحمه الله اجتهد في جمع القرآن الكريم أثناء خلافته وقد جمعه مطابقاً للعرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام فهذا المصحف هو الأولى بنشره بين الناس لقطع الخلاف بينهم أرى أن تنسخ عدداً من المصحف من المصحف الذي جمعه أبو بكر رحمه الله وترسلها في مختلف الأنصار فتكون تلك النسخة هي المعتمدة والمجمع عليها من قبل المهاجرين والأنصار وتنادي في الناس أن يذروا ما سوى ذلك بهذا نجمع الناس على مصحف واحد ورسم واحد يلتزم به من عرفه ويتعلمه من جهله فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف سأرسل إلى حفصة بنت عمر كي ترسل إلينا الصحف التي جمع أبو بكر فيها القرآن لننسخها ثم نعيدها إليها أيها الناس لماذا تختلفون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله يقول الرجل منكم والله ما تستقيم قراءتك لذا فإني أعزم عليكم وأشدد من كان عنده شيء من كتاب الله فليأتني به فإني قد عزمت على جمع الناس على مصحف واحد وبرسم واحد فلا يكون لكم مرجع للقرآن غيره نعم يا عبد الله استأذنته بأن نركب البحر ونغز وقبرص بعد أن لمست ضعف الروم وقل تحيلتهم لكنه أبا لا يزال البحر يثير حيرة وخوف من في المدينة أنت قائد الأسطول قد برعت في ركوب البحر ألا ترى قبرص كم هي قريبة منا وكم هي خطيرة على بلادنا بلى فالروم يعتبرونها قاعدة لهم ينطلقون منها ويتمونون منها ليتك لم تكتب إليه تستأذنه لا أقدر فأمير المؤمنين حازم في أوامره ويأبى على ولاته أن يتصرفوا من دون الرجوع إليه هل تستسلم؟ لا سأعود الطلب منه مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أي أذن ومن ستولي كتابة المصاحف يا أمير المؤمنين؟ زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وله أبو بكر الجمع الأول للقرآن وسنجعل معه لمعاونته سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير وانسخوا عن الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ترجمة نانسي قنقر بإله prosecutor المترجم للقناة 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 السمع والطاعة لأمير المؤمنين المترجم للقناة المترجم للقناة رحم الله عمر بن الخطاب ألم يرفض الإذن لمعاوية في ركوب البحر وقال له إياك وركوب البحر والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وتالله لمسلم أحب إلي مما حوة الروم ألم يكتب إليه عمر ذلك ما قال عمر هذا يا أمير المؤمنين إلا لأن عمر بن العاص بالغ في وصف البحر فقد كتب إلى عمر يصف البحر قائلا هو خلق كبير يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلب وإن تحرك أزاغ العقل يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة هم كدود على عود إن مال غرق وإن جبرق أكتب إلى معاوية قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حين استأذنته في غزو البحر فالزم ذلك والسلام أيها الناس أيها الناس أخذوا إلى أعطياتكم فقد أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفاد بسيادة أرزاق الجند بمقناء بيات درهم لكل منهم ومضاعفته للجند المراغطين نعم مضاعفته للجند المراغطين جيوش المسلمين تتبغل في أفريقيا وأرمينيا وأذربيجان وأنا أرى قبرص على مرمى سهم مني ولا أقدر على الاغتراب عليها قد تخفف هذه الانتصارات من قلق أمير المؤمنين من ركوب البحر سأكتب إليه مرة أخرى أسأل الله يكون رده الإجاب السلام عليكم البشرى يا أمير المؤمنين البشرى قتل جرجير وفتحت أفريقيا حصرنا حصن الأجم حتى طلب أهله الصلح والأمان صلحناهم لكن على دفع الجزية بارك الله فيكم قاتلتم فأبليتم ووعدتم فوفيتم أسعدتم المسلمين وخذلتم الكافرين بما فعلتم يا أمير المؤمنين لم يستطع ابن زبير حمل جزء من خمس الغنائم إلى المدينة لأنها حيوانات ومؤن يصعب نقلها وقد عرضها ابن أبي السرح للبيع ووكل عليها ابن زبير فاشتريتها منه وفق ما قدرت لا بأس في ذلك أيها الناس اعلموا أنه لا يجوز أن يشفع رجل لرجل وقع في حد من حدود الله فالناس كلهم للشرع قاضعون ولقد جاءني من يشفع في رجل شرب خمرا كي لا أقيم عليه الحد فأخبرته أن لا شفاعة في حد واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم الحد على امرأة سرقت فقال بعضهم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشترئ عليه في هذا إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه فكلم فيها أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان من العشي قام صلى الله عليه وسلم وخطب وأثنى على الله وقال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد وإني والذي نفس محمداً بيده لو أن فاطمة بنت محمداً سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها أرسل معاوية كتاباً يلح فيه كي تأذن له في غزو البحر إن معاوية رجل حكم وإدارة ولا أراه يلح في ذلك إلا لثقته بنصر الله وفتح البلاد لقد استخرت الله في ذلك ورأيت الإذن له بعد أن أخبرني أنس بن مالك بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعني إلى قراريها حديث؟ أي حديث سمعت من أنس يا أمير المؤمنين؟ قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت فتطعمه فدخل عليها رسول الله يوماً فأطعمته ثم جلست قرب رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك سألت أم حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يا مروان أكتب إلى معاوية أكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام الله عليك فإني أحمد الله أما بعد إن ركبت معك امرأتك البحر فاركب مأذوناً وإلا فلا ولا تنتخب الناس انتخاباً ولا تقرع بينهم خيرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه الحمد لله أقد أذن أمير المؤمنين أخيراً بركوب البحر فلنتجهز أهلاً